السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير عليكم ويا رب دايما بخير اسلام انا خيكة منه قوي مرات خالي حلمت فرح اختي وفيه نور ولبسة بلوزة خضرة وطرحة بنتروني اصمر وكانت مستغربة انها لبسة بلوزة ومش فستان وخالتي هناء قالت لها حلوة بس زغرتي وكانت مخنوقة وهي بالزغرط وامي وجدتي لبسين اصمر وبيبكوا عزباء طيب اولا الرؤية طيبة ما تقلقش خالص ليه لان البلوزة الخضراء ده معناه انه شخص صالح كمان اللي بتقولها زغرتي هي هناء فده معناه فرحة بالفعل باذن الرحمن بكاءهم هما طالما انه بدون صراخ فده معناه انه فرحة باذن الرحمن فالرؤية ما تقلقش يعني رؤية كلها ما تقلقش والنور والكلام ده كله يعني بالعكس ده هي فرحة بالفعل تخص اختك ولكن الفرحة دي بشخص يعني نسأل ربنا انه هيكون يعني على خير عشان اللون الاخدر هنا لما حجزت غرفة في عوامة في النيل والمدخل كله ظهور وعند النظر من النافذة وجدت الطريق جميل وحجز اليوم 110 جنيه وانا بقول هحجز في شهر 8 وجلست على الارض ومغطية رجلي بمفرش ورجل يضع يده علي وابعدها خجلا وخوفا انسة انصدقت رؤيتك فده معناه انه شخص هيتم امرك معاه بس خلي بالك من حاجة انه الشخص ده يعني في البداية كده كان ليه علاقات وده معنى العوامة اللي جات هنا والظهور في المدخل والكلام ده ده معنى انه شخص كلامه طيب وكان ليه يعني علاقات او انه بمعنى اصح خدع يعني بنات من قبل كده بعلاقات محبة والكلام ده لكن ليكي انت وان انت كنت منتظرة بالشكل ده ومتغطية وشهر 8 اللي انت ذكرتيه فده معنى انه ليكي انت الشخص ده جاي على زواج يعني الشخص ده داخل في موضوع زواج بالفعل لكن اعرفي ان الشخص ده في السابق في السابق كان ليه علاقات انا زعلانة انا حطيت حلم كتير علمتني بكلم في التليفون وبقول ان زوجي فيه سيدتين حامل من زوجي منهم واحدة اسمها دنيا اولا الرؤية دي جزء بيخصك وجزء بيخص زوجك الجزء اللي بيخصك هو ان فيه حمل ليك اما الجزء اللي بيخص زوجك هو دنيا حامل منه فده معنى ان الدنيا الفترة اللي جاية او الحياة الفترة اللي جاية بتحمل ليه خيرات كتير قوي منها ان فيه زرية حتجيله يعني انت فيه حمل ليكي وفيه كسرة رزق بإذن الرحمن ليه الفترة اللي جاية ارزاق متنوعة بمعنى اصح دي ليه هو اما ليكي فواضح ان فيه حمل نسأل ربنا التسير حلمت ان اتصلت اسمي حلمت ان اتصلت عدة مرات برشيد كنا على موضوع زواج ولم نعودنا تواصل منذ مدة وبقول له ردلي فلوسي التي اقررتها لك وقال لي سوف اردها لكي ودخلت نسوة الى بيت معاهم كيس برتقال وبدأنا نحضر لهم اكل اولا يردلك فلوسك او لا يعني ده على حسب ان كان فيما بينكم مديات فالجزء ده لازم تذكريه اما النساء اللي دخلوا معاهم اكياس برتقال فده معناه انه فترة دخل عليكي ولكن الفترة دي دخل بسرور لان البرتقال هنا من رموز السرور فنسأل ربنا التسير بانه فيه بشريات دخل عليكي بسرور الفترة اللي جاية الجزء الاول ده بيخص ان كان فعلا فيما بينكم مديات او لا ام لينا انا من الجزائر رأيت لينا بنتي اخرجت جهازها من الخزانة ووضعت فوق بعضه واحضرت اميس نو مع النابي مترس بالابيض كانها كانت تلبسه من قبل وقالت هذا الاميس احبه وسأأخذه معي وانا في دخلي لم اكن راضية بنتي عزباء وشكرا شكر الله حبيبتي بس ان صدقت الرؤية فخليكي معاها الفترة اللي جاية لان ده شخص بمعنى اصح هيكون فيه محبة كبيرة بينها وبينه ومعنى ان هي مسكته قالت انا ده اللي هاخده معي علشان بحبه فده معنى ان هي حتتمسك بشخصة لكن انت حتكوني شايفة انه يعني مش هو ده او ان بنتي يعني تستهل الافضل لكن ده حيكون فيه محبة كبيرة قوي بينها وبينه وهي هتتمسك بيه بموضوع زواجه ده معنى ان هي مسكته وخروج الجهاز والكلام ده كله لوسين ده حلمت اختي انه اخت زوجها تقول لا اخوه روح مع امرأة بالحرام واختي تحلف زوجها بالله وبأولاده انه انت تعرف نساء بالحرام هو يقول لا بس حلفته بمرض اخته قال نعم اعرف نساء بالحرام واروح معهم واخته بالفعل مريضة لا الرؤية دي مش حلوة من ناحية فتن ومشاكل الرؤية دي مش حلوة بمعنى اصحح كده في حد هيتدخل بين اختك وزوجها والحد ده من اهل زوجها ونسأل ربنا صلاح الاحوال لان ده معنى انه حيتسبب ليهم في فتنة ومشاكل كبيرة جدا بين اختك وزوجها الفترة اللي جاي فنسأل ربنا صلاح الاحوال واختك تخلي بلعه وتنتبه ان دول غراضهم المشاكل فدول بالفعل هيحاولوا يقعوها هي وزوجها في مشاكل ونسأل ربنا ان ده ما يحصلش ولكن هو بالفعل في النهاية واتكلمه قال ايوه فده معنى ان المشاكل يعني يعني نسأل ربنا ان هي ما تقعش حسام متزوج السلام عليكم حلمت دخلت الى مطعم جامعي من اجل الاكل لاني كنت جائع وجدت عميتي متوفية وكان بيننا جدار زجاجي قلت لها كيف حالك عميتي وفي المطعم كانت هناك ابنة عميتي المتوفية تأكل الطعام والطبخ يجهز لي حقيب الطعام فيها الكسكوسي ودجاجة كاملة مطهية وبعد قطع لحم كبيرة مطهية واخدتهم معايا في حقيبة وقلت في نفسي سنأكل هذا الطعام انا واصدقائي طيب ابشر واسأل ربنا الفرج لان ان صدقت رؤيتك دخولك المطعم الجامعي والطعام اللي كان بيجهز ليك فده معناه ان انت داخل على مرحلة رزق جبيرة جدا يعني ده مرحلة تغيير في حالك ولكن من ناحية الارزاق باذن الرحمن الفترة اللي جايه عشان كده هو كان بيجهز ليك في حقيبة فده معناه ان فترة داخل عليك كلها رزق باذن الرحمن اما العامة اما العامة اللي بينك وبينها حاج الزجاجي فعليك وعلى انك تخرج لها صدقات على فكرة العامة من الرموز المحمودة سواء حية او ميتة فعشان ان الامور دي او المرحلة اللي انت داخلها دي تتيسر قريبا عليك وعلى اخراج الصدقات ثانيا ان الرزق ده تحاول ان انت تحافظ عليه لان بنت عمتك المتوفية اذا كانت هي كمان متوفية وجاية بتاكل من المطعم اللي انت دخلته فده معنى ان الرزق ده رزق كبير جدا بس حاول ان انت تحافظ عليه لان المتوفى في نفس المكان بياكل ده معنى ان خلي بالك وادعي ربنا ان الرزق ده يدوم فهتخرج للمتوفى اللي هي عمتك صدقة وحتد يا ربنا ان فترة الرزق اللي دخل عليك دي ان الرزق ده يدوم حلمت اني دخلت محل مكياج وكانت ايمان صاحبتي بتشتغل فيه وبتنقي معايا المكياج واخترت رؤج لونه كشمير هادئ وحلم تاني وحلم تاني ابن عم يجي عندنا واكل معانا ملوحة وكان بيبص علي وعايز يكلمني بس انا مش مهتمية بيه الاولى غير التانية محل المكياج وان انت اخدت روج فده معنى ان انت هتدخلي على فترة وحد هيتقدم لك الفترة اللي جاية يعني بمعنى اصح كده فترة ندوب وانه في حد هيجي لك الفترة اللي جاية وحتفكري في امره لان انت اللي اخترتي فده معناه ان حد هيجي لك الفترة اللي جاية بس انت يعني هتختار ان انت تختاري مع نفسك او هتختار ان انت تغذي القرار مع نفسك وده الاختيار هنا مش هتخلي حد يختار معاك من الاهل بمعنى اصح او هتخدي قرار الشخص ده بنفسك ده شخص جاية الفترة اللي جاية اما ابن عمك اللي جي واكل معاك وعايز يكلمك فده يعني بالاخص خلي بالك من الرؤية دي لان خلال والله اعلى واعلم الست شهور دون ان في مشاكل كبيرة يعني في مشاكل كبيرة في النحيا دي يعني بينك وبين حد من اهل والدك وفي مشاكل كبيرة نسأل ربنا ان هي تنتهي على خير نور الامر عليكم السلام ورحمة الله انا بسعى لحمل حلمت ان ماما طلبت من اخويا امين اعذب يشتري لنا اكل راح ورجع لقيت وجهز لنا الاكل وعمل لنا سندوتشات وكان جايب معهم شبسي بالطماطم وكراتي ومخلل وكنت قاعدة انا وهو وبنت خلتي حامل وماما واختي على السرير بناكل سوا كان باقي رغفين فينه في الكيس واحد محش جبنة واحد محش شبسي بالطماطم قلت انا هاخد اللي فيه جبنة وكده كده فيه شبسي في الكيس ابقى اكل مع السندوتش واختي عزباء اخدت سندوتش الشبسي والعيش كان طازة وجميل طيب ربنا يسر الاحوال اولا كل اللي كان قاعد كل اللي كان قاعد على السرير ده معنا ان فيه فرحة لان ده معناه جمع على سرور فكل اللي كان قاعد ففيه فرح داخل عليه بازن الرحمن اولا بنت عميتك او بنت خلتك اللي هي جاية حامل هنا فنسأل ربنا انه يتم امرها على خير لان ده واضح انه جلوسها على السرير ده معناه انه راح جاية لها الفترة اللي جاية اما السندوتشات اللي جات هنا انت اخدت رغيف الفينو والجبنة والكلام ده فده معناه ان انت حيتيسر ليك رزق بحمل بازن الرحمن وهو ده الرغيف وانه كان جواشي فنسأل ربنا انه فيه حامل ليك اما اختك ان هي اخترت رغيف اللي جواشي بسي فده معناه انه تسأل ربنا ان الفرحة اللي جاية لها تكتمل لان مش حلو خلطة اللي اتنين دول مع بعض ده مش حلو ان ده يكون جوه ده ده معناه انه فيه فرحة جاية لها ولكن يعني ناحية اكتمالها هنا مش حلوة بمعنى اصح فاختك تسأل ربنا ان فرحتها تكتمل اما انت وبنت خلتك ده معناه انه كل اللي جالس هنا جايله سروره حيكتمل على خير فيما عدا اختك تسأل ربنا ان فرحتها تكتمل لان الاتنين دول مش حلو خلطهم مع بعض اخوكي وان هو اللي جاي بالحاجات دي فده معناه ان اخوكي اللي حيدخل عليه رزق اخوكي اللي جايله الفترة اللي جاية هو رزق مادي لكن انت زي ما قلتلك كده فيما عدا اختك هي اللي تحذر عزباء خمسة وعشرين سنة ورأيت جدتي كانت تود خطبة صديقة اختي المخطوبة لابن خالي فاتصلت اختي الاكبر باختي المخطوبة واخبرتها فقالت سأذهب اليها لزيارتها وبعد عودتها سمعت انهم يقولون ربما الفتاة ماتت سألت اختي قالت خنقتها وسأختبئ لأ اختك اللي تحذر ليه لان اختك هتظلم الفتاة دي وهيحصل خلاف بينهم هما الاتنين فاختك اللي تحذر لان ان هي اللي خنقتها وهي اللي حتختبئ فده معنى ان هي حتضيقها بكلام وحتسبب لها كرب كبير جدا وان هي حتختبئ بعدها ده معنى ان في خصام هيحصل بينها وبين دي اما البنت ان هي ماتت فده طيب ليها في حالة ان هي عزباء الجزء ده طيب ليها في حالة ان هي عزباء ابن خالق والكلام ده ده معنى كنا بحاجة لاسمه لان التأويل كله خاص بالبنت واختك فقط فاختك تحذر ان هي حتظلم دي وحتسبب ليها كرب ومن بعدها ربما ان هيحصل قطيعة او خصام كبير جدا ما بينهم ريمة اقرأيها بصمت عزباء وحلمت اختي 12 عام انه ابي كان واقف عند باب الحمام وكان له وابي ظلمنا بصي الرؤية دي مش حلوة للوالد ليه؟ لان ده ضعف موقف فاذا كان فيه ظلم بالفعل واقع عليكو فدي نصر ليكو انتو لان مش حلو ان الرجل ييجي بمعنى صاحب يعني جزء يخص امرأة بالشكل ده فده معناه لان الرجل طبعه اقوى فان هو ييجي بالشكل ده فده معناه ضعف موقف وده معناه نصر ليكو انتو فالرؤية دي مش حلوة للوالد بس ملاش علاقة بقى باعمار ولا بالحاجات دي ليها علاقة بنصر ليكو وان هو فيه ضعف موقف فيه امر بيخصه ويعني ان كان ما بينكو اه شيء مدي ان كنتم حكمين حد ما بينكو الرؤية بتقول انه النصر ليكو انتو دي نصر ليكو انتو اما هو فزي ما قلتلك كده ده ضعف موقف سافيا عليكم السلام ورحمة الله عليه السلام ورحمة الله حبيبتي علمت ان ابني المتوفى عنده 12 سنة انه عريان بدون ما لبسه وبصحة جميلة طيب حبيبتي اولا ان هو بصحة جميلة فده يعني نسأل ربنا ان شاء الله باذن الرحمن ان يكون في مكانة طيبة خاصة ان هو يعني سنه صغير اما ان هو عاري فالعري هنا رمز طيب ليه لان ده خروج اهله من كرب هي الجزء العري ده بيخصكو انتو او بيعود عليكو انتو ده معنى ان انتو حتخرجوا من كرب الفترة اللي جاية فعري المتوفى ده خرقوا انتو من كرب ترجمي من قبل